اهلا بيكم نهاية الشوت الاول منتخب مصر ومنتخب الموريتاني تصفيات المؤهلة لكأس النوم الافريقية دي المملكة المغربية تعدم سلبي لمنتخبنا الوطني وسيطرة واستحواز كامل لمنتخبنا الوطني على احداث الشوت الاول لكن ليه لم تهتز شباك المنتخب الموريتاني ده اللي هنعرفه من مجمينة كابتن صلاح سليمان محاولة الاولى كان بعد اربع او خمس دقايق كرة سابتها محمد صلاح طلعها حالس المرمى او عدد في الشبكة من بره وبعد كده تصوبتين واحدة زيزو والتانية ايضا زيزو من مطابعة فيه كرة ردت من اه الدفاع اه دي يعني اهم الفرص اللي كانت في الشوت الاول اقرب الفرص لمنتخب الموريتاني. استحواز طبعا سلبي من المنتخب اه ريتم شوية بطيء اه سهل ان في ريت موريتانيا انك تدافع. يا حد سل ما يدافع بس انك تخلق فرص المنتخب مش ما عندوش ما فيش في اللعب ان هو يقدر اه ان هو يخلق فرص في الشوت الاولى ان يكون لها حاجات على استحياء. لأ يعني تفاصيل اللعب للناس اللي موجودة كابتن بيبدأ هاجمة وبيحاول ان هو من تحت ولعب بين الخطوط ويستحوز بس مع احترامي اسهل حاجة انك تقفل. وانت خلاص عديت اول ربع ساعة. الفرق اللي زيها دي بتاخد السكة وتفضل تدفع اكتر بشراصة. فرصة المرموش. اه طبعا. دي بداية رشوت التاني اللي انطلق من ثواني قليلة. تمام ايه دي حاجات على استحياء مضطرفة من فرصة خطيرة. دولت عليه بين الخطوط تريزيجي استلم بين اه الخطوط هنا اه تمام هنا مصدر. هي ماشي خطة الكابتن. استلم ولعبها المرموش. تمام هي خطة الكابتن هو خلاص الناس موجودة في الاستحواز. صلاح من هنا. الصلاح من هنا. صلاح بيخش جوه. زيزو طلع برا من على اللاين. هو بيستنى اي حاجة من من صلاح او تريزيجيه. تتعامل مع مرموش اي حد منهم سوري. اي حد منهم من الناس اللي موجودة. اي حد منهم ممكن الشاشة شوالها حد منها. اي حد منهم التفاصيل تريزيجيه بيحاول ان هو يخش الجوة كابتن وليد. تمام? فهو لما مرموش بيستنى الكرة التانية بيتسند عليه. بيعمل بتحرك او تتعمل مع صلاح. او كابتن بيحاول يلعب كرة اه مختلفة شوية بشكل جمالي بس لا ما بالنسبة للتكاتل اللي موجود اللي بيحل التفاصيل دي شوطة من بعيد. اه كروسات كتير اه تلعب من على وتعمل تفنش به. اه. بس شرط الاساسي لازم يبقى موجود مصطفى محمد بجد عشان يخدم المنظومة. اي حد موجود. اي حد اي حد موجود ما احترامس هي فرقة كلها وقفة كومباكت ما بتهجمكش بتعملش معك حاجة. اه. بس هو فيه في توطر شوية ممكن في الشرط الاول في بعض. ما خلاص. ما خلاص هو قطتك. خلاص هو الفش. خلاص هو الفش. ما خلاص هو دخل معك. هو سهل ان يدفع كابتن وليون. لكن النهاردة برضو كابتن صراح في اه ملاحظة يمكن معرفش اتخطب عليك مانا في الشرط الاوليون لا. في عصبية مبالغ فيها من التوقم على مقاعدة البيضالية. وجد اكثر من اللقطة. يعني. اه. تنشن شوية. هو الفكرة ان هو. والدمر تاني. في سنة القاهرة. تفاهم العصب. بس يعني تفاصيل كابتن لحد ما موضوع العصبية. في المنشات اللي قبل كده. اه. زيادة. اه. مش مش ده العادي. مش ده العادي. اه. 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 بس اه ماشي. هو ما هو شايف ممكن اللاعبة مش مش بيدو المية في المية من 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 اداءهم. اه. بس الخط اللي موجودة بجد كان ممكن انا استغلها. ازاي يستغل مستفى? ازاي يستغل. خلاص تريزيجي 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 موجود خلاص اكابتن مصر انت هتلعب. في نص الملعب هتطلع اي حد منهم مراوان او عندي. اي حد منهم خلاص والتريزيجي راح جاي كده كده مرموش لحطته لو حطيت مراوان ماشي اوكي مراوان اه تطلعه وحمدي يقدر يلعبك واس او هيقدر يدافع هنا وهنا. كده كده عندك ازاي تريزيجي بيقدر يكمل عندك زيزو بيقدر يكمل وبيدافع برضو نفس الكلام مرموش لما يروح ناحية هيقدر يرجع مع محمد حمدي. بقى لأ هيبقى في حلول كتير عاد ما تقلقش. انت ما تقلقش عن نص ملعبك عشان الفرقة التانية مش هتاخد عليك. فين الاكشن اللي هتاخد عليك? مم. مع احترام دي مرو تانية. اللي واقفة طوله انت الماتشة. كله تحت وخلاص وقفينه. هو بيشيله الكورة. هو رد فاعل. بيضاعف وقت. بس? فانت طبعا امير عبدو المدير الفني الفرنسي للمتخب المجدنيه هو بيأمل النهاردة ان هو يتلع بس بنقطة. فاهم يا عطب. طبعا. ده بالنسبة لك العنجاز. لا هي هي هيحطه ان هو يبقى اولوية كتاني مجموعة. فاهم فاهم. بالنسبة له يعني انا اخد منك بنقطة مع مع احترامي يعني لأ ده لا. يأمل او طبعا لحق المنافسة في الملعب بس الامكانيات. بس هو برضو اللعيبة برضو كان في كزا كرة كده كان فيها تدخلات قوية شوية من اللعيب المرو تانية. فمنتخة مصر كش شوية في التحمات. لانه خايف على اه على ان هو حد يجي له اصابة ايه. لا 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 ما فيش حاجات. لا انت بتلعب منتخب مصر يجي لك اصابة ايه المشكلة. لا لا اخاف من الاندفاعات البدنية. انا لازم العب بقلبه مسلا كمان بس ما اتغشمش. اه اه القرار غلط مسلا اعضايا على رجلي لا. بس العب بقلبه وروح في التحمات ما بينه ما بينه وبنتكتف بنجر اغبط فيها. دي كلها حاجات مش هتأزيني. اه. انما في كرة ما بينه وما بينه مشتركة وانا شاف ان هو داخل باندفاعه من انا من الزكاء ان انا عابل. حاكم تشاديا وانده اول انذار. اه صالح. ما هو طبعا في نص الملعب من تريزيجي. عدا في نص الملعب الرجل راح شارب رجله هو بعد. هم بيعوضوا قلة الانكانات الفنية بتاعتهم بالتحمات. هو بيجيبك للرتم ده. هو بيجيبك للرتم ده. ويعصبك انها خلاص. انت احنا كدعيبة عندك الحلول كتير لو مصطفى طرجة موجود. انت كده مقلل خطرتنا عقبول بالزيادة او يعني. يعني اول حل في خروج من نص ملعب. اي حاجة يرجع في نص ملعب. اه وتريزيجي ينزل. مش لعب ما كان بشمال. اه اه. ومصطفى وصلاح. اه وزيزو. مربوض يكمل عدم. اه. بس. هتلاقي كل حاجة عندك تنوع. عندك حلول. مرموش يلعب في مكانه. اللي هو بمايز فيه ناحية الوينجر ناحية الليفت. محمد صلاح هيبقى تحت الفرود او مابين مصطفى. يمين لها زيزو يبقى موجود او اوكي خلي محمد خلي محمد صلاح يمين. وزيزو ينزل تالت. يبقى عندك حمدي وتمانيتين تريزيجي وزيزو كويسة قوي مع احترام هتبقى كويسة بالنسبة للفرقة اللي بتلعبها دي امكانياتها. دي يبقى حلو كويس زي ما انت بتقول لها كابتن حمدي ثابت. وزيزو ناحية تمانية محاية اليمين. وتريزجيب ناحية هجوماية هتساعدك. وكمان بتاعك من يمين وشمال بيهاجموه. اكتر هو اللي بيعني بيبتدي الهجمة ان هو بيطلع التمرينة من تحت صحيح. تمام انا عصدي على عندك مسلا حمدي او او احمد عيد عندهم الامكانيات من الزيارة الايمن زيارة اصر بيقدر. بصطفها يبقى حل اول. اه طبع. كبديل. لازم. برامة عادل. برامة عادل لو اي واحد من الاتنين مش موفقة او مرموش. ما اعتقدش اللي هطلعها. الاتنين. واي واحد ثم مش موفق. الاتنين مش هطلع. ايه الاتنين يفضلو في الملعب. لا حد هيطلع. ام. على انت عايزه. حد يطلع وهنزل مصطفى. وهو هو. تقل شوية. هينزل الاتنين دول يعني. يعني اخطر ربع ساعة. يعني الديئة الثامنة من احداث الشوت الداني. هدف لمنتخب مصر هيحل كتير جدا. وهيهدي الروح القتالية للمنتخب المريتاني وهي مروان ولكن جت في اه حيطة كانت فرصة لمنتخب مصر تلعبت ضربة سابتة. مرموش. مرموش والسابت. مرموش. نزل لتحت وشاتها. جت في الاسف في اه حد من ودفع مريتانيا. بل الهدف اللي هيجي هيهدي شوية اه منتخب مصر يلعب ثقة اكتر. والسابت يبقى اه في نص ملعب مريتانيا. طبعا طبعا. وفي نفس الوقت يقلل من الاتحامات شوية للمتخب المريتاني عشان الهدف هيهمدهم شوية. هيهمدهم ما خلوهم يفتح خطوطه بقى مش هيبقى فيه المساحات القصيرة والدي كلها يبقى فيها الاتحامات لها تبقى هو هيبدأ اي هاجمك هيبقى فيه اه مساحات تجري فيها صلاح يجري فيها ترزجي يجري فيها اي حد مش هيبقى فيه الكمباكت ده يساعد هجماتهم اه كابتن صلاح كلها. مفيش هجمات. مفيش هجمات. هو بيحاول لو اشيل الكورة. انت انت شفت اي حد من من الوينجر طوحهم بيهاجم اي حد من تمانيات اللي بيلعبوا موجود الهافل اللي موجود ده بيهاجم. مفيش حاجة على الشيء. بجد ما فيش. فلا انت سهل. انت اللي لازم اه كاسبالين خاص اه متعدلين. لازم هو يبقى موجود. الاحتياط يعني شايف مصطفى بيسخن وشايف. هس هي لازم يا كابتن مهام يباين التفاصيل. اه بس هو هيبقى اول خيار ليه هيبقى بالنسبة له من مصطفى محمد. يمكن ان شاء الله يعني في اقلال المتبقية لسه بدري لسه اكتر من خمسة وتارتين دية. منتخبنا هيقدر ان هو يسجل هدف يعني يريحنا ويريح كل الناس في استاد القاهرة. واللي بيتابعه منتخب مصر ان شاء الله. ويقلل شوية من الحماس والروح العالية اللي بيلعب بها المتخب بروتاني. طول ما النتيجة هي التعدل السلبي. فهو هيفضل بيلعب ويقاتل على كل كورة ويلتحم في كل كورة مع لعبتنا في المباراة ان شاء الله. ادعال اللغرتم بتاع الدفاع المحكم للمتخب الموريتاني بهدف في الدقيقة القادمة. عشان ان شاء الله نوصل للنقطة التسعة قبل ما نروح الى نوكشوت ونواجه المتخب الموريتاني كمان ثلاثة ايام في الجولة الرابعة من التصفية الافريقية للموحدة الكأس المؤفريقية بالمغرب عشرين خمسة وعشرين. وزي ما قلت باردوكات حسامي. واتوتر غير عادي على الخط مع الجهاز الفني واعتراضا على ممكن فاول كانت للتسجي. اوفصايد. 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 خالص نهائي. اقدر مت. عشان كده. لا ماباشا يا حاجة في جد. هنتبه مع حاجة في صراحة ان شاء الله يكون فيه اهداف في خلال القادمة ونشوفكم بعد نهاية احداث الشهوطة التانية مصر وموريتانيا شكرا لكم. موسيقى